موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب بكم مشاهدين الفاضلين في هذا اللقاء الجديد من برنامج مقاصد منذ انحسار دور الإسلام في صوغ الحياة الإنسانية عموما وحياة المسلمين خصوصا بدأت تثار الشبهات حول قيم الشريعة وأحكامها وحول تصوراتها من الموجودات ولعل من أكثر السهام الموجهة إلى الإسلام هي تلك التي تحمل معها شبهات حول مكانة المرأة في الإسلام وموقفه منها ومن دورها في الحياة فما هذه المكانة؟ وكيف تصوغ الشريعة أفهام الناس ومواقفهم وممارساتهم من المرأة؟ وما الأسس التي ينبني عليها التصور الإسلامي لهذه القضية؟ وكيف هي نظرة الحضارات الغربية للمرأة؟ وهي الحضارات التي نبعت منها كل الشبهات في هذه المسألة؟ وماذا عن الحضارات الأخرى في سياق ذاته؟ ولما تثار هذه الشبهات بين الفينة والأخرى؟ هذه طليعة من أسئلة هذا اللقاء الذي يأتيكم بعد هنيها هذا الموضوع نضعه على طاورة الحوار مع ضيفنا المكرم الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور أستاذ جهاد ومرحبا بالمشاهدين الكرام حياكم الله دكتور كمدخل لهذه الحلقة التي نبحث فيها مكانة المرأة في الإسلام لا بد أن نسير على طريقة وبضدها تعرف الأشياء ويجب أن نبحث هذه المكانة في الحضارات الأخرى في الحضارات السابقة زمانيا على الإسلام كيف تعاملت هذه الحضارات مع المرأة؟ ما المكانة التي وضعتها فيها؟ ما النظرة التي أحكمتها تجاهها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أو بعد جاء الإسلام ليصحح أوضاعا كثيرة خاطئة بحق المرأة تواترت عليها كل الحضارات الدينية أو الوسنية قبل الإسلام فما بين أناس رأوا أن المرأة هي من رجس الشيطان ومن عمل الشيطان وأنها يسبب الخطيئة وأنها أصل الشرور في العالم وأنها هي التي أخرجت البشرية من الجنة إلى الدنيا ومكابدة الدنيا وأن المرأة منحطة في تكوينها وطبيعتها وخلقتها عن خلقة الرجل وألبسوا هذه المفاهيم المغلوطة ثوب الدين وثوب الوحي الإلهي زورا وظلما وتحريفا تلقاء أنفسهم ومن ثم فإنهم أهدروا حقوق المرأة وعطلوا فاعليتها في المجتمع وصوروها نسخة بشرية من الشيطان الرجيم ولذلك في بعض الديانات السابقة أو الرسالات السابقة حينما غيرت عن أصولها رأوا أن التعبد الحق لله لا يكون إلا بالقطيعة مع المرأة وإن صورة العبادة الكاملة هي الرهبانية والانقطاع عن الملزات الدنيا على رأسها المرأة فمن أراد أن يتعبد لله تعبودا حقا فعليه أن يقطع كل صلة الله بالنساء ولا يتزوج ولا يتصل بعالم النساء هذا كان في أوروبا في عصور ما قبل ما يسمى عصور التنوير صحيح يعني كان هذا من أجل كنيسة مثلا ولا زالت الرهبانة فيها شيء من هذا المعنى ولو نظريا في الكتب ثم ننتقل إلى الجاهلية الوسانية إذن الكتب السابقة على الإسلام هي بريئة بدون شك من أي تمييز ضد المرأة لأن وحي الله عز وجل في كلياته الكبرى لا يتعارض كتب السماوية السابقة على الإسلام تقصد زمانيا يعني التورا والإنجيل وما قبل ذلك لا يمكن أن يكون فيها في الوحي المنزل فيها ما ينتقص من قدر المرأة أو يصور أمرها على غير حقيقة ومن ثم فهذه الثقافات كانت من التحريف الذي طال هذه الكتب ثم وصلنا إلى الوسانية الجاهلية فكانت أشد زراية بالمرأة مما سبقها من الحضارات المنسوبة إلى الرسالات السماوية والتي طالت تحريف رأينا أن أهل الجاهلية يتعاملون مع المرأة ابتداء على أنها عار وخزي وخطيئة وفضيحة وابتكروا وابتدعوا بدعة من أنكر وأفحش ما فعلته البشرية في تاريخها وفكرة وقد البنات تمام؟ وكان أحدهم يعني كما حكى القرآن الكريم إذا بشر وجهه بالأنسة ظل وجهه مسودا هو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر بها يمسكه على هون أم يدسه في التراب عنده خيارات وفقا لمنظومة الجاهلية في الأفكار والعقائد إما أن يمسك البنت ولا يقتلها ولا يدفنها حية ويرضى نفسيا أن يعيش مع الخزي والعار يمسكها على هون وإما أن يدسها في التراب ليتخلص من الخزي والعار فإذا كانت الحضارات المبنية على رسالات تم تحريفها ورأت المرأة ريجسا من عمل الشيطان فإن الحضارة الجاهلية العربية قبل الإسلام رأت المرأة يعني شرا محضا وخزيا وفضيحة لأهلها ورأوا أن الحل الوحيد والتخلص منها بهذه الطريقة كما أنهم لم يكونوا يعترفون للمرأة بحقوق لا كزوجة ولا كبنت في ميراس وإنما كانوا يرون من العجب العجاب أن زوجة الإنسان من إرثه الجاهلية كانت تجعل النساء الزوجات يعني إرثا فتكون تحت ولده من غير أولادها يعني لو الرجل مات عنده زوجة تجعل هذه الزوجة ضمن ميراسه وتدفع إلى واحد من أولاده من غيرها يعني يكون له أم أخرى فتكون زوجة له هكذا بالإرث لا بزواج جديد ولا بحقوق ولا شيء على الإطلاق وإنما النساء كانت ميراسا يورس قبل الإسلام تمام؟ وجاء الإسلام فنهى عن ذلك وقال ربنا في كتاب الكريم ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من قبل إنه كان فإلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل فوصفه بالفاحشة الفحش والبغض إلى الله سبحانه وتعالى وسوء السبيل في الحياة وسمى جاء الإسلام لينفض عن الحياة البشرية كل هذه الموروثات الفاسدة ويضعها على مجموعة جديدة من التصورات والمفاهيم والحقوق والواجبات ومنظومة التشريعات التي تعيد المجتمع إلى أصول التي خلقه الله عليه حقيقة في روما في الحضارة الرومانية قرأنا عن أن المرأة كانت تباع بالرطل بالأوزان وكانت المرأة الكثيرة الوزن ثمنها مرتفع أكثر من النحيلة فكانت بضاعة مزجات وقبل ذلك ربما في الحضارة الإغريقية التي تفاخر فيها الحضارة الغربية وتبني عليها أسس حضارتها الحديثة قرأنا أفكاراً لأرستو وأفلاطون بيولوجياً يقول أن المرأة هي من النحية البيولوجية أقل من الرجل وربما يكون هذا من النحية البيولوجية التكوينية الصحيح لكنهم بنوا على هذه المقدمة نتائج خطيرة من أن المرأة ما خلقت إلا لخدمة الرجل وتكون عبداً أمة عنده وليس لها أي حق في الحياة السؤالي هو دكتور يعني كيف لي عقل مثل أرستو وأفلاطون حملوا أفكاراً مهمة وفلسفة عظيمة أن تنحدر أفكارهم إلى هذا الدرك بحق المرأة يعني كيف يفهم هذا الأمر شوف يا أخي الكريم منشأ المسألة في قصة الخلق كيف بدأت هذه الحياة البشرية ومن ثم لماذا وجد الإنسان على الأرض هذه الأسئلة الوجودية الكبرى التي يتفرع عنها تصوراتنا عن مثل هذه القضايا فإذا فقد الإنسان طرف الخيط الأول إذا فقد نقطة الانطلاق وترك لي التصورات الافتراضية التي يحاول أن يفترضها لابد أن يصل إلى نتائج خاطئة القرآن الكريم يقول لنا في وضوح شديد ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضو دا الإنسان لم يشهد عملية الخليقة لم يرى كيف خلق آدم ولا كيف خلقت حواء عليها السلام ومن ثم جاء الوحي الإلهي ليعطي للإنسان هذه المعرفة التأسيسية المهمة ويقول إن الله سبحانه وتعالى قد سوى آدم بيديه ونفق فيه من روحه وخلق منه زوجة تمام وخلق منها زوجها وخلق لكم من أنفسكم أزواجا تمام وإن حواء أخذت من آدم فتحمل نفس طبيعته وهي من أصل خلقته وهي في ذات بشريته ولا تميز في الأصل أصل الخلقة بين الرجل والمرأة وإنما بعضكم من بعض والنساء شقائق الرجال يعني هذه المسألة فرع عن أصل الخلقة وعن كيفية الخلقة وعن غاية الخليقة البشرية ولا يمكن للإنسان أن يضع أصلا موهوما خاطئا ثم يفرع فروع صحيح إذا أخطأنا في التصور الأولي للخليقة لا يمكن أن نضبط مسألة كمسألة المرأة وعلاقتها بالرجل ويعني وظيفتها في الحياة وعليه فالانحرافه كان في تصور مسألة الخلق ومثلا عندما يأتي الآن من يقول أن هذه الخليقة وهذه الحياة البشرية هي بنت الطبيعة الطبيعة التي أوجدت هذه الحياة وهي التي طورتها وإن كل شيء مرده إلى الظواهر المادية الطبيعية يترتب على ذلك أن النظرة للمرأة تكون نظرة المنفعة واللزة لأنه ليه أنت خليت المرأة متعلقة أنه من البداية أنت فسرت الخليقة تفسيرا مادية وفهمت الغرض من الخليقة على أنه منفعي ومصلحي وبالتالي يرتب على ذلك أن المرأة خلقت للمتعة وخلقت للمنفع وخلقت ليتضلع الرجل بالشهوات من خلالها وده طبعا يتعارض تماما مع التصور الإسلامي الذي يجعل وجود الرجل والمرأة في الأرض وجودا رساليا ومن ثم هذه الفكرة الرسالية وفكرة الاستخلاف في الأرض تلقي بظلالها على تصورنا لعظيفة الرجل وعظيفة المرأة معا طيب قياسا على هذا إلى أي مدى يمكن القول ونحن ما زلنا في الحديث عن الحضارات الأخرى قبل أن نأتي إلى الإسلام بعد الفاصل إلى أي مدى يمكن القول أن الحضارة الغربية وما أعطته من مساحة حرية واسعة جدا للمرأة إلى أي مدى يمكن القول أنها رد فعلا عنيف على الحضارة الإغريقية الوثنية التي قمعت المرأة فهناك رد فعلا عنيف هذا كان انحرافا جهة اليمين وهذا صار انحرافا جهة اليسار يعني أنا أسأل بوضوح حال الحضارة الغربية المعاصرة حرارة المرأة أنا أتحفظ على هذا تماما لماذا؟ هي خلصتها من القيود الأخلاقية ومن الوظائف الاجتماعية لم تتصورها زوجة ولا أما وإنما تصورتها أيضا مخلوقا تائها في هذا المجتمع وهذا سمح مثلا في الحياة الغربية الآن أن المرأة يتم التعاون معها لأنها سلعة وأنا بسأل بوضوح شديد هو عروض الأزياء اللي بتتحول فيها المرأة إلى أن تكون وظيفتها في الحياة أنها تبقى صورة جميلة تعرض عليها سلعة وبيضاعة لتباعة أليس هذا انحطاطا بوظيفة المرأة في الحياة؟ أنها تحول إلى سلعة في ذاتها يعني الجاهلية العربية قبل الإسلام جعلت المرأة تباع في الأسواق بالرطل كما تفضلت في روما أي نعم وفي أسواق نخاسة في بلاد العرب تمام كانت المرأة تعرض على أنها سلعة تباع في الأسواق في ظل نظام الرق الآن لما نتكلم عن الحضارة الغربية لم تفعل شيئا شبيها بهذا يعروض الأزياء هو استخدام المرأة في الأعمال الجنسية الآن وتحت ما ظلت قوانين غربية أليس هذا شبيها بالنخاسة القديمة والاستعباد القديم؟ أن تستأجر المرأة بالساعة في دول مرخصة من الدول والحكومات كأي سلعة يتم استئجارها ويتم بيعها ويتم عرضها على الناس في وسائل الإعلام والإعلام لكن ثم تمن يقول لك دكتور حاتم أن هذا لا يعبعد الحضارة الغربية لماذا؟ لأن الحضارة الغربية أعطت المرأة حقها وحرية التصرف وبالتالي إذا ما جاءت إلى هذه السلوكيات طائعة طوع أمرها فلا بأس في ذلك المهم أنها حررتها من القيود والقمع الذي كانت تخضع له وهي حرة كما هو الرجل حر الحضارة الغربية وقعت في فخ المساواة المطلقة وهذه المساواة المطلقة هو أن المرأة والرجل سواء في كل شيء بدون اختلاف على الإطلاق ضد الفطرة الإنسانية خلقة المرأة حيث التكوين البيولوجي مختلف نفسية المرأة وطبيعتها النفسية مختلفة عن الرجل لماذا؟ لأنه ينبغي أن تتكامل هذه الخصائص والوظائف في إنتاج مجتمع صحيح سوي وبالتالي هم وقعوا في فكرة أنه إلغاء الفارق بين الرجل والمرأة أولا ثم وقعوا في فكرة الإطلاق الحرية الكاملة للرجل والمرأة فكانت النتيجة مجتمعات ليس فيها بنية اجتماعية فيش أسرة لا توجد أسرة ليس فيها وسائل ضمان وحماية قبل أسابيع قليلة سمعت فيديو لأحد الممثلين المصريين المشاهير الذي عمل في هوليود لفترة طويل عمر الشريف وكان قبل وفاتي بشهر قليلة وبيقول للمزيعة التي تحاوله لو أنا الآن في بداية حياتي لا أذهب إلى العالمية ولا أذهب إلى هوليود ولا إلى التمثيل وما لتعمل إيه الله أتجوز وخلف أربع خمس عيال ويبعندهم سبع تمن أحفاد فلما أوصل للمرحلة دي لا أين عايشوا حولي ناس وحولي أوسرة وجلزنا الحياة أبسط بكثير من تعقيدة الحضارة هو بيقول أنا اشتريت الشهرة بالأمان وبالحب وبالحماية وبالرعاية فالآن أنا شايف أن الشهرة لا تساوي هذا وإنه لو كنت رجلا بسيطا عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أحفاد لكان هذا الآن أحب إلي وأولى فهو الحضارة الغربي عملت في المرأة خلتها تستمتع بشبابها على المقياس الغربي ومتع زائفة حتى في تقديري إلى الحد الأقصى طب وماذا بعد الشباب؟ عندما تصل إلى الخمسين والستين والسبعين من العمر أين تذهب؟ إلى دور الرعاية مثلها في ذلك مثل الرجل مثلها في ذلك مثل الرجل هو في قيمة الإنسانية يعني هذا لا يعبو على الحضارة الغربية لأن هذا واقع مجتمع يتجرع من هذه الكأس الرجل والمرأة لكن يحسب الحضارة الغربية أن أعطتها كرمتها كما يقول مدفعون عن هذا الرجل يعني يا أخي لما ترى مشهد في أسبانيا في ظل أزمة كورونا نعم وترى عشرات من المسنين قضوا داخل دور المسنين دون أن يعلم أحد الأم اللي ظلت تعاني المرض حتى ماتت على سرير لا تجد من يعطيها كوبة ماء ليس لأنها مرأة لحظة يا سيدي من أجيلك هم ماتت سعيدة ماتت راضية عن الحرية التي أعطيت لها قبل ذلك ماتت راضية عن المجتمع الذي عاشت فيه عن الأفكار التي عاشت بها ماتت ساخط على كل هذا يعني الامتهان والظلم طال الرجل والمرأة في هذه المسألة لكنه طال المرأة بخصوصيتها في مساحات أخرى طال المرأة عندما حولت إلى سلعة جنسية طال المرأة عندما حولت إلى من كان تعرض عليه الملابس بإرادتها وليس رغما عنها ما هو صحيح ما هو بإرادتها نعم هذا لا يعبوا على لكن المجتمع كان ممكن يعطيها حلولا أخرى المجتمع لم يعطيها حلولا أخرى المجتمع أجبرها إما أن تنزل لتتكسب وتنفق على نفسها وإما أنت متجوعا لكن كان في بديل آخر أن يقول لها تزوجي وافتحي بيتا وأنجبي وربي أولادا وزوجك يكون مسؤولا عن النفقة عليك وعلى أولادك وعيشي في ظل هذه الوالدية في ظل هذه الأمومة الحياة الاجتماعية الفطرية التي تريدها أي امرأة تمام؟ وعندما تبلغين الكبر ستجدين حولك أبناء وحفادة يضعونك فوق رؤوسهم ومن ثم النسق الغربي هدم البنية الاجتماعية للمجتمع وحول المجتمع إلى مجموعة أفراد يفعل كل واحد ما يحلو له ويتحمل كل واحد مسؤولية نفسه إلى النهاية وبالتالي بياخد الإنسان أكتر من حقه في البداية ويدفع بكتمن مضاعفا أضعفا مضاعفة في النهاية فأنا لا أرى أن هذا تحرير ولا أن المرأة الغربية سعيدة بهذا التحرير ولذلك تعالى نلاجع عشرات النمازج من النساء التي تركنا هذه الحضارة الغربية دخلنا في الإسلام وتركنا هذه الحرية المطلقة واخترنا الضوابط الأخلاقية والاجتماعية الإسلامية على هذه الحياة لأن وجدنا فيها الأمان وجدنا فيها الفطرة والحياة الطبيعية تعالى الراجع مساحة الانتحار في ظل الحضارة الغربية تعالى الراجع مساحة هو العلاقات خارج نطاق الأسرة الأولاد غير الشرعيين كل هذه أمراض باتت الآن جعلت الحضارة الغربية الآن على المحك هذه الأمراض تقصد هي متفرعة عن النظرة عن الفلسفة التي تنظر في المرأة عن فكرة المساواة المطلقة والحرية المطلقة الغرب بنظر تستطيع أن تقول ونظرة الحضارة الغربية إلى المرأة تختزل في هذين الأمرين الكبيرين المساواة المطلقة بينها بين الرجل والحرية المطلقة لا في مسلكها الاجتماعي وصلنا إلى بيت القصيد للحديث عن هذه المكانة في الإسلام إذا ما كانت هذه عند العرب قبل الإسلام وفي أوروما وفي الحضارة الإغريقية وربما كانت شيئا من ذلك عند الفرس في الحضارة الهندية نريد أن نبحث هذه المكانة في الإسلام إلى أي مدى تتقارب أو تتباعد مع هذه النظرة ولكن ليس قبل فاصل قصير إليكم وفقة قصيرة تتبعوا عودة لمواصلة الحوار مع ضيفنا ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله نوصل حديثنا بشأن مكانة المرأة في الإسلام وأسس النظرة العامة لها في الشريعة مع ضيفنا دائما الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية أحياكم الله دكتور حاتم أهلا ومرحبا ومستجهات إذن تحدثت عن النظرة الدونية للمرأة التي جاءت على لسان النخب المثقفة والمفكرة في الحضارات السابقة على الإسلام زمانيا نريد الآن أن نعرف كيف تعامل الإسلام مع هذه المرأة ثم من يقول من المستشرقين أن الإسلام أحدث بعض المستشرقين يقول أن الإسلام أحدث فتحا في النظرة إلى المرأة وفي التعامل معها ما مظاهر هذا الفتح؟ أنا خليني أبدأ من البداية وهي الأصل الذي تفرعت عنه منظومة الواجبات والحقوق التي عالج بها الإسلام مسألة المرأة في المجتمع بداية الأصل هو الوظيفة الرسالية للإنسان رجلا كان أو امرأة الله عز وجل عندما خلق آدم ثم خلق له حواء ليسكن إليها جعل لهما وظيفة سماها لاستخلاف إني جعلهم في الأرض خليفة والخليفة هنا والجنس الإنساني بجملة وليس آدم بوصفه ذكرا هو رجلا فالرجل والمرأة موجودان في الأرض لوظيفة رسالية كلاهما صاحب رسالة هذه الوظيفة الرسالية سماها القرآن الكريم الاستخلاف والاستخلاف يعني عبادة الله وعمارة الأرض كما هو مستقر في الفهم الإسلامي فالمرأة كما الرجل مخلوقان لعبادة الله وعمارة الأرض للقيام بوظيفتين استخلافيتين رساليتين كبيرتين هما الإيمان والعمران وعليه فالمرأة مخاطبة بذلك ومكلفة به كما الرجل تماما ذلك الخطاب القرآني لآدم بالنزول إلى الأرض للقيام بهذه المهمة الاستخلافية قال اهبطوا منها جميعا تمام لا يخرجنكم من الجنة بصيرة المسنة وعليه فالخطاب من أول التكليف بالنزول إلى الأرض والقيام بالمهمة الاستخلافية كان خطابا جمعيا لآدم وحواء وزرية آدم وحواء عليهما السلام فالمرأة شريكة في الخطاب الرسالي ولذلك لا نستغرب أنه كان من أوائل من أسلم وآمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة عليها السلام خديجة رضي الله عنها من أول من قام بعمل رسالة الإسلام والدفاع عنها وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمشاركة في حمل الرسالة معه يعني لماذا يعود النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول لقاء له مع جبريل وتحمله للوحي الإلهي إلى خديجة زملوني زملوني ودسروني دسروني ولماذا خديجة التي تأخذ إلى ورقة ابن نوفل ليقص عليه الخبر ويطمئن ورقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا عندما تفاجأ النبي هذه المفاجأة المزهلة كانت خديجتها التي تسبت بحجة بليغة والله إنك لتصل الرحي وتحمل الكل وتكسب المعدوم نعم وتعين على نوائب الحق والله لا يخزيك الله أبدا لكن سلوك فعلا يعني خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين لم يكن وريد تصور إسلامي إنما فعلا ذاتي قبل نزول يعني الوحي كاملا قبل نزول التشريعات نريد أن نتحدث عن النظرة لا سنتحدث عن النظرة لكن لم يكن دور خديجة وظيفتها بحكم الفطرة وحده وإنما من أول الآيات التي نزلت آمنت خديجة فتحولت وظيفتها إلى وظيفة إيمانية ناتجة عن إيمانها ببعثة محمد ورسالته وصدق نبوته فواسته بمالها ونفسها رضي الله عنه الإسلام يا أخي الكريم نظر للعلاقة بين الرجل والمرأة على أنها علاقة تكاملية ففكرة المسواه المطروحة في الحضارة الغربية يقابلها مفهوم التكامل في الحضارة الغربية كيف يعني التكامل؟ إذا قلنا أن مطلوب الآن مهمة لها شقان عبادة الله والإيمان به وعمارة الكون وإصلاحه ودفع أسباب الفساد عنه هتان المهمتان يجب أن يشترك فيهما الرجال والنساء كل بما أهل ويسر له وخلق لأجله كل مهمة للرجل تقابلها مهمة للمرأة والله عز وجل خلق الرجل له بنية أقوى من المرأة ليس عبثا ولا يمكن أن يكون هذا موجودا وبعدين تتكافأ وتتساوى المهم الوظائف ويقال أنه ينبغي أن تعمل المرأة في كل شيء يعمل فيه الرجل هذا عبث تمام؟ فالمهمة الرجال لها اختصاص أكثر بالأعمال البدنية وبالكسب وبالرزق وبالإنفاق على الأسرة هذا التكليف الرئيس للرجل ثم بعد ذلك يساهم في أعمال البيت ورعاية الأسرة وتربية الأولاد ومعاونة زوجته في شأنه ومهمة المرأة الرئيسة هي في استكمال نقص الرجل ويحتاج إلى زوجة حانية تعينه على أمر نفسه في خاصته تربي له أولاده تعينه على تربيتهم تمام؟ فتتكامل الوظيفة التي يقوم بها الرجل مع الوظيفة التي تقوم بها المرأة كل حق للرجل أمامه حق للمرأة فإذا كان له عليها حق الطاعة فلا عليه حق النفقة وإذا كانت له عليها القوامة فلا عليه المودة والرحمة والكلمة الطيبة والعطف عليها والبر بها وهكذا تتناغم الوظائف والواجبات والحقوق في المنظومة الإسلامية بحيث يشعر كل واحد فيهم بحاجات إلى الآخر ويجد عنده حاجاته ويشعر بالعدالة المرأة عندما يقول لها الإسلام القوامة للرجل هذا شيء ضد طبيعة النفس هذه القوامة من المسألة التي يدندن حولها لكن عندما يقول لها إن القوامة نفقة من الناحية المادية وقوامة رعاية من الناحية النفسية وقوامة مودة ومحبة من الناحية القلبية خلاص تزول عندها المشكلة والمرأة بطبيعتها مفتورة على هذا لا أحكي لك مثالا واردا في كتب التاريخ والسير سيدة هند بنت عطبة تزوجت في أول الأمر برجل اسمه أبو الفاكه ولم تمكس معه طويلا وطلبت الطلق وطلقت شخصية هند كانت شخصية شديدة للحكمة والعمق وأبو الفاكه كان يبدو رجلا خفيفا يعني منها بعد ذلك قالت لأبيها أنه أنا امرأة حكيمة فلا تسبقني في أمر نفسي حتى تراجعني في مسألة الزواج بعد مدة جاء وقال هند أنه تقدم لك رجلان من قومك وإني سأخبرك بأوصافهما ولا أسميهما لك تفضل قال أما الأول فرجل ذو شرف وسؤدد ومال وكلمة مسموعة في عشرته تمام ولا يرد مثله وإن تزوجته ملكك من نفسه وماله فلم يراجعك في شيء من ذلك يترك الأمر كله لك قال وأما الآخر فلا يقل عن صاحبي شرفا ولا سؤددا ولا غنا ولا مكانة لكنه لا يأذن لك في شيء حتى تستأذني قالت أما الأول فلا حاجة لي به وأما الثاني فذلك الذي أريد أنا لا أريد الزوجة الغنية الضعيف الشخصية لما أريد زوجا ذا حزم وذا مكانة لأنه هذا والذي تستأنس به المرأة وتحتمي به وتستقوي به وتركانه إليه فكرة أن المرأة لابد أن تكون قوية وتظهر قوتها لزوجها وتبقى معتمدة على نفسها وسترونج وومن وإندبندنت وومن والقصة بتاعة الفيمينست اللي احنا عايشين فيها ضد فطرة المرأة فالزوج قال أنت بحاجة إلى حماية من واجب الزوج أن يحميك الإسلام قال ذلك أنت بحاجة إلى رعاية يرعاكي فالقوامة ليس مفهومها السيادة ليس معناها السيادة وليس معناها الأفضلية المطلقة وإنما معناها الأساسي من نفقة والرعاية ويقابل واجب النفقة والرعاية حق الطاع وحق المودة من المرأة والتودت إلى زوجها أعتقد أن الإسلام مثلا وضع عنها الأعمال الجماعية كالصلوات الجماعة وكالجمع وكالجهاد في سبيل الله ليفرغها لأولادها وبيتها وشأن بيتها فالرجل يسعى في هذه الأبواب وأنت تسعين في موراء الجدران في تربية الأولاد والإرعاة عليهم وذلك يعدل عند الله جهاد الرجل وجماعاته وصدقته وكل شيء طيب قد يأتيك دكتور حاتم قد يأتيك من المعترضين على مكانة المرأة في الإسلام يقول لك أن هذا الكلام الذي تفضلت به هو كلام طيب بالنسبة للبسطاء من المسلمين والناس العاديين لكن الحقيقة هي ربما تكون المشكلة أعمقة من ذلك إذا ما قال لك أن الإسلام يبيح ضرب المرأة أن الإسلام يقرر نقصان عقلها لا لا خلينا نأخذها واحدة سأقل سوق لك على أقل ثلاثة من أبرز التهم يعني التي تساقل للمرأة أن الإسلام يقرر هذا في حق المرأة وأن الثالثة أن المرأة لا تقبل شهادتها منفردة أصلاً إلا أن تأتي مع امرأة أخرى بخلاف الرجل الذي هو شهادته طيب عدن بمفرده طيب خلينا نأخذ هذه الشباة واحدة واحدة لكن باختصار لأن لدي الأسلام ما هو لابد لوفع حقه باختصار طيب مسألة الضربة هذه في سياق خاص جداً الآية التي شرعت ذلك يقول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله المرأة الصالحة الدينة الخلوقة بنت الأصول مش دخلة في كلام الضرب ده خامس هذه لها سياق آخر يتعرف ما لها وما عليها ولا تحتاج إلى تنبيه ولا إلى عقاب ولا إلى شيء من هذا دمه في نوع آخر والتي تخافون نشوزهن هذا نوع مختلف تماماً من الناس هذه حالة خاصة تماماً هي حالة النشوز لماذا هي إلى تضربه إذا ما هو فعل شيء أن يستحقوا ذلك آه ممتاز الإسلام نظر للأسرة على أنها مؤسسة ومؤسسة خطيرة ينبني عليها المجتمع ومدامة مؤسسة لابد لها من وظائف مختلفة ومن قيادة وجعل القيادة للرجل بحكم أنه مسؤول عن كذا وكذا وكذا لم يجعلها له لأنه ذكر فقط وإنما بما فضل الله بعضهم على بعض يعني من القوة والقدرة والحسن والعقلانية وبما أنفقوا من أموالهم لأنه هو المسؤول عن النفق من هذه الزوايا كان الرجل هو المسؤول وهذا لا يعيب المرأة أنها تبقى نائب الرئيس أنها تبقى القائد الثاني للأسرة كما أي مؤسسة وأنا لما أعمل في مؤسسة أولاها مدير غيري هذا ينتقص مني لكن هذا ينطوي على جانب من التمييز لأنه الآن الحياة العصرية لا تحتاج كثيرا إلى القوة البدنية ونزول إلى المعارك والسيف ليس فقط القوة البدنية والنزول إلى المعارك وإنما القدرات الشخصية المتعلقة بعقلانية القرار فيما يقابله عاطفية القرار عند المرأة تمام؟ الأسرة في الأخير يعني أنا أسألك سؤالا محددا هل يمكن أن ينصالح حال الأولاد بدون حزم الأب وهل يمكن أن تكون الأم تكلم هنا على القاعدة العريضة من الناس أن تكون الأم في حزم الأب وتعوض غيابه إن غاب بحزمه غالبا لا غالبا الأب والأقدر رجل والأقدر على الحزم والحزم والأسرة تحتاج إلى هذا الحزم والحزم بسبب الصفات البيولوجية المركوزة فيها والشخصية بالتالي الخلقة المختلفة ليس فقط من الناحية البدنية وإنما حتى من الناحية النفسية والشخصية تجعل الأب أو الزوج يملأ مساحة لا يملأها غيرها والمساحتان متكاملتان فحزم الأبي وتدخله الحازم أحيانا مع عرقة الأم وحنانها وعطفها وإرعائها ينشأ منهم التكامل داخل الأسرة والتربية السوية والتنشاء السوية الأولاد إذن الضرب لم يأتي أمرا عاما مطلقا لكل زوج مع كل زوجة أبدا الإذن بالضرب في سياق خاص جدا وسياق النشوذ مفهوم حتى للضرب طبيعة محددة ولذلك الآن الإسلام شرع الضرب لا ليكون قانونا للعلاقة بين الرجل والمرأة وإنما ليكون وسيلة للحماية حينما نرى أن الأسرة تتنهر لكن ألا ترى أن هذا قد يقول لك قائلة هذا تلطيف للعبارة يعني كيف يضربها يعني يأتي كثير من النخب العلمانية تقول يعني كيف يضربها بأي حق يضربها ينبغي أن تكون هناك قراءة راشدة أكثر لهذا النص قراءة حديثة تتواءم مع معطيات العصر هذا قراءة تقليدية ذكورية لا لا أبدا أبدا الضرب شرعة لمنع النشوذ حين يتحول النشوذ إلى واقع يهدد استقرار الأسرة ومن ثم عندما لا يكون هناك نشوذ لا يمكن أن يكون هناك ضرب ناحية الشرعية اثنين عندما يكون الضرب غير مجد لا يشرعه الإسلام الضرب هدف الإصلاح وهذا موجود في بيئات بعينها في بيئات نشأت ودرجت على ذلك وصار هذا جزءا من موروسها وجزءا من أعرافها ولا تستقيم حياة هذه البيئات إلا بهذه الطريق تمام طيب في مجتمعات أخرى متحضرة والمرأة علمت وسقفت وهزبت بفضل الله ولا تحتاج إلى هذا الخاص شكرا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا يضرب خياركم تمام هذا أمر لا يلجأ إليه المتحضرون ولا يلجأ إليه المثقفون ولا المتعلمون لكنه في بعض البيئات مطلوب كما أن آخر الدواء الكي لإنقاذ الأسرة من السقوط حينما تستعلي المرأة وتستكبر على زوجها وتنشيس عن طاعته فيكون هذا راديعا لا في بعض بين قوسين البيئات والثقافات الإسلام لم يفرض على الرجل أن يضرب المرأة ولم يفرض على المرأة أن تتحمل هو أباح له وحذره من ذلك بالضبط وأباحه له بشروط أباحه له مقيدا في حالة نشوز بعينها وحين يعلم أو يرى أن ذلك سبيل إلى الإصلاح بمنتهى الدقة والضرب لكزن أو بالسواك دون أن يكسر عظما أو يبضع لحما أو يشق جلدا أو يضرب الوجه يعني أصلا مفهوم الضرب الإسلام قدمه خارج الصورة الذهنية لدينا في المجتمعات المعاصرة عن الضرب طيب ماذا عن عدم الاعتراف بشهادتها طيب أنا أقول لك شيء قبل أن أزب إلى الشهادة ما هي معدلات العنف ضد المرأة في المجتمعات الغربية أضعافا مضاعفا هي حسب ما قرأتوا من الإحصائيات الإحصائيات يعني مثلا يعني أنا قرأت إحصائية قريبة أن كل تسع نساء في أحد المجتمعات الأوروبية منهن ثمانية تعرضنا للعنف الأساسية يعني هل أفهم من كلامك دكتور أن يعني الحضارة الغربية نظرتها فلسفتها باتجاه المرأة يعني خالفت الفطرة الإنسانية فصار هناك رده فعلا عنيف عنيف للغاية القوانين الغربية قال فيها قانون لا يحظر ضرب ما فيش دولة غربية إلا وفيها قانون يحظر ضرب المرأة ربما لا يوجد قانون يحظر اعتداء المرأة على الرجل في كثير من هذه الدول لكنه توجد قوانين تذهبوا بالرجال إلى السجون إذا اعتدوا عن النساء مهما فعلت المرأة ورغم ذلك فمعدلات العنف الأسل في المجتمعات الغربية أضعف مضعفة لمجتمعات المسلمة وبالتالي يعني المسألة ليست مسألة والمجتمعات المسلمة على فكرة هي ترتفع نسبيا معدلات وضرب المرأة بسبب البعض عن منهج الإسلام ليس بسبب الإسلام صحيح التجاوزات الموجودة في المجتمعات المسلمة هي ناشئة عن الجاهل بالإسلام ومخالفته وبالتالي الإسلام بينظر للأسرة لأنها يعني الرباط فيها رباط مقدس مؤسسة في منتهى الخطورة داخل المجتمع المحافظة عليها واجب نتمسك بآخر رمق للإبقاء على رابطة الأسرة وآسلاتها والضرب يأتي في سياق خاص محدود تماما بمرأة ناشز يظن أن الضرب يصلحها وفقا للثقافة والأعراف الموجودة في بياتها مسألة أن الإسلام جعل شهادة المرأة يعني لابد فيها من امرأتين لتكافئ شهادة رجل واحد المسألة هنا ليس لها علاقة بالأصل ولا بالقيمة ولا بالتكليف المرأة والرجل سواء في الأصل في الخلقة سواء في القيمة والتكريم عند الله عز وجل سواء في التكليف سواء في الحساب في الآخرة إنما المسألة هنا لها علاقة بالقدرة وليس بالقدر بمعنى الآن تخيل معي أنه نحن في محكمة الجنايات وأمامنا متهم بالقتل والتي ستشهد عليهم امرأة وتعلم أنه سيحكم عليه بالإعدام ويضرب عنقه بالسيف ودخلت القاعة فوجدت أمه تبكي ووجدت زوجته تبكي وفي حجرها طفل صغير وكل واحدة منهما تبكي ولدها ما الذي سيحدث في 90% على الأقل من النساء؟ ستضعف ويلين قلبها ويتحرك للزوجة التي تبكي زوجها والأم هذا طبع جبلي الفطرة النسوية فطرة تغلب عليها العاطفة رقيقة خلقية هذه قدرة خلقية كذلك خلقها الله تمام؟ ومسألة أنها خلقت من ضلع أعوج يعني فيه إنحناءة الحماية والرعاية والمودة والإشفاق وذلك غالب عليه فيتضع نفسها مكان الأم التي تبكي ولدها ومكان الزوجة التي تبكي زوجها ومكان الأخت لا يمكن في 90% من الحالات تقف أمام القاضي وتقول رأيته يقطح ستضعف بحكم العاطفة عن أداء الشهادة على وجهها لذلك الإسلام قال اجعلوا هما إثنتين لتقوي إحداهم الأخرى وتذكرها بواجب أداء الشهادة إذا ضعفت عاطفتها عن الأداء وعن القيام بواجب الشهادة فهذا ليس انتقاصا هذا هو على علما بكونه المرأة وحقيقتها ليس انتقاصا من قدرها بقدر ما هو علم بطبعها الله عز وجل يعلم أنك رقيقة ويعلم أنك لطيفة المعشر ويعلم أنك رقيقة الحس وراعى ذلك في الأحكام ليس في هذا انتقاص على الإطلاق نعم حقيقة دكتور وصلنا إلى الحديث عن الأسس سنذهب إلى فاصل لنبحث بعدها الفاصل عن الأسس التي بنى الإسلام عليها نظرته للمرأة المسلمة وبعد قريب إن شاء الله فاصل أخير قبل العودة لاستكمالي ما تبقى من هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نقصه في هذه النظر هل أعطى المرأة كفايتها وحقها كاملا من احتياجاتها النفسية منزلتها في المجتمع منزلتها في الحياة هل أعطاها كفايتها أم ما زال هناك بعض النقص في حياتها لا إذا كان هناك نقص في المجتمعات المسلمة في التطبيق الإسلامي أما في التشريع فالإسلام أعطاها كفايتها كما يعني تحتاج إليها المرأة مئة بالمئة بغير زيادة ولا نقصان بغير جفاء ولا مغالاة أعطاها حقها الذي يناسب فطراتها بالمقاس الدقيق ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير والإسلام يعني كما أشرت قبل قليل تقوم فكرته عن العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع على مبدأ يمكن أن نسميه تساوي المقام وتكامل المهام المقام واحد وميزان المرأة والرجل ميزان واحد وربما تكون امرأة صالحة خيرا عند الله من ملء الأرض من رجال فاسدين تمام؟ أما الوظائف فمتكاملة ومتنوعة لا يمكن أنت لو عندك مصنع تقبل أن كل الموظفين في المصنع يقومون بنفس المهمة ولا لابد من أن تتكامل المهام لنخرج نصل للمنتج الذي ينتج هذا المصنع كل واحد في موضع يؤدي وظيفة رسالية وليس عمل رجل الأمن الذي ينظم دخول الناس بأقل من عمل المهندس الذي يدير العملية الانتاجية والفنية ولو قصر هذا في عمله لربما دخل من يفجر المصنع بمن فيه فتنهدم المسألة كلها كل واحد على صغر المرأة غظيفة غظيفة مقدسة لذلك جعلت الأم في المكانة التي نعلمها جميعا وربنا سبحانه وتعالى عليه السننبي عندما أمر بالبر قدم الأم على الأب وكررها سلاسا في الوصية بها قبل أن يذكر الأب هذا ليس معناء أن الأموم أرفع قدرا من الأبوة كلاهما على سطر واحد إنما الفكرة أن حاجة الأم النفسية والقلبية إلى حنان أولادها أكبر من حاجة الأب الأب لا يعني أن ابنه يتودد إليه بالكلام الأب تكفيه المواقف بحكم تكوينه الفطري تكفيه المواقف العملية لتصل إليه بها رسائل البر إنما الأم تحتاج يوميا إلى أن يشنف الأبناء وسمعها بكلمات السناء والمودة والتلطف فالإسلام عمال يقول أمك ثم أمك ثم أمك حتى يرسخ فينا حاجتها إلى هذا الحنان والعطف هذا ليس تقديما للأم على الأب هذا رعاية لحاجات الأم وإدراكه لفطراته التي تحتاج إلى هذا التودد والتلطف خلافة للأب الذي كما قلناه أكثر عملية وأكثر طيب حينما يقرر الإسلام هذه الفلسفة هذه الرؤية العامة هذا التصور العام للمرأة مكاناتها حقوقها واجباتها في المجتمع وفي الحياة عموما ما هي المرتكزات على هذا التصور الذي بني عليه هذا التصور الأسس الأسس إحنا قلنا في البداية أنه الرجل والمرأة كلاهما مخاطباني بعمارة الأرض وعمارة الأرض في تصور الإسلام تكون عبر التشريع تمام عبر التكليف الإلهي للإنسان ومن ثم سندخل إلى رقم واحد العبادات الرجل مخاطب بالعبادة كما المرأة صياما وصلاة وحجا وزكاة إذا كان لها مال بلغ النصاب هي مخاطبة في ذلك كالرجل تماما وعليها أن تقوم بالواجب التعبدي كما يقوم به الرجل وتتعهد قلبها كما يتعهد الرجل وتقوم الليل وتؤدي النوافل مع الفرائد كما الرجل هي مخاطبة في العبادات بنفس خطاب الرجل إلا ما يرعي فطرتها أو خلقتها أو جبلتها كأحكام الحيض والنفاس وما إلى هنالك ثم بعد ذلك نأتي إلى الوظيفة المجتمعية داخل الأسرة كما كلف الإسلام الرجل برعاية الأسرة كلف المرأة الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعية والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها كما كلف الإسلام الرجل بالإحسان إلى المرأة الزوجة كلف الزوجة بالإحسان إلى الزوج فعليها واجبات تجاه زوجها مقابل واجباته نحوها أعطاها الإسلام الزمة المالية المستقلة وأباح لها أن تعمل في مالها وأن تدير مالها وتدير تجارتها وتتصرف فيها بإرادتها ولا سلطان لزوجها على زمتها المالية تمام؟ فكما أن هناك أشياء مشتركة تخضع لقانون الأسرة هناك مساحة اختيار للمرأة ومساحة استقلال للمرأة كاستقلالها بمالها قضية الاستقلال المالي والذمة المالية الخاصة للمرأة قضية لم يعرفها العالم قبل الإسلام لم تكن موجودة في حضارة حضارة السابقة صحيح ربما قبل الإسلام لا أعرف حضارة أعطت للمرأة الحق في التملو نعم فنحن أمام تطور هائل أمام نقلة نوعية عندما يقول الإسلام المرأة من حقها أن تتملك وأن تنفق الإسلام أعطاها حظا في الميراس كالرجل سواء مثالي النقطة الأخي أعفوا دكتور يعني الألميزة ربما أنه بالرغم من ذمتها المالية وامتلاكها المال بالرغم من كل ذلك مهما كانت ثرية فإن من واجب الرجل أن ينفق عليه ينفق عليه هذا شيء لافت حقيق وعندما يعني تنفق هي تنفق تطوعا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وانيئا مريئا أما هو مرغم على الإنفاق هو ملزم بالنفاق عليه ولو كانت أغنى امرأة في المدينة وليست ملزمة بإنفاق مليم واحد في بيت زوجها تمام لا يلتفت إلى هذه المعاني تعالى قارن هذا بالحضارة الغربية الحضارة الغربية تلزم من بالنفقة الأغنى عندما يحدث الطلاق الأغنى يدفع تعويض للأفقر يعني يمكن أن ترى المسألة على هذا النحو في أي دولة غربية حصل الطلاق فرفع الزوج دعوة تعويض أمام المحكمة فحكمت له المحكمة بنصف ثروة زوجتها هذا كثير وكثيرا جدا ما يتزوجها أصلا طمعا في هذه اللحظة إنما في الإسلام لو طلقها والذي سينفق عليها بعض الطلاق نفقة المتعة كما سماها القرآن الكريم تمام؟ فمتعوهن على الموسع قدره على المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المؤسسين وبالتالي الإسلام جعل للمرأة كريما اسم إنها ينفق عليها طول الوقت حتى ولو كانت غنية ولا تلزم بالنفقة إلا تطوعا وده فرع عن استقلال دمتها المالية جعل لها نصيبا في الميراس وفي الحضارات السابقة قبل ذلك لم تكن المرأة تريسه أبدا شيئا كانت هي جزءا من الميراس بل هي كانت جزءا من الميراس والإسلام أعطاها النظرية الشائعة التي تردد أن الإسلام جعل المرأة نصف الرجل هذا خطأ هذا في حالة بعينها حالة الأولاد تحديدا ولم يكن التفضيل أو التمييز للولد على البنت لأنه ولد ولأنها بنت تقصد في قضية الميراس نعم وإنما كان التفضيل لأنه مطالب بالنفقة على بيته مسألة لكنا بنتكلم فيها وهي ليست مسؤولة عن نفقة في بيتها نعم هذه النقطة صارت واضحة دكتور يعني وصلنا إلى ختامة الحلقة بقي عندي دقيقة أرغب في أن أتركها لك تتحدث في موضوع الحلقة مما لم يرد الحديث فيها أنا أريد أن أقول أنه الإنسان وجد في هذه الأرض لتنفيذ المهمة التي خلق لأجله وهذه المهمة تكلف بها الرجال والنساء على السواء والمرأة لها غظيفة رسالية في هذه الحياة تتمثل في عمارة الأرض وإصلاحها بإصلاح الذرية وتربيتها على القيم الفاضلة وإحداث النهضة المطلوبة في المجتمع كما أنها مكلفة بمهمة الإيمان والطاعة والتعبد لله رب العالمين ومن أجل القيام بهتين المهمتين جعل الإسلام الأسرة المكونة من رجل ومرأة نواة المجتمع وأقام هذه الأسرة على قيم الإيمان وعلى التوازن الشديد في الحقوق والوجبات والتكامل في الوظائف فنستطيع أن نلخص العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع على أنها تكامل المهام وتساوي المقام وعلى المرأة المسلمة أن تنظر إلى هذه المسألة بمنظور الإيمان والتعبد وتتلقى عن الله عز وجل فتستجيب لتصل في النهاية إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة في ظل منهج الله رب العالمين أشكرك دكتور مشاهدين الكريم ومشاهداتنا الكريمات نيابة عنكم أشكر ضيفي الكريم الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية كل شكر لكم على حسن المتابعة إلى لقاء مقبل بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة